بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لكم سماحة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء يقول السائل من أراد أن يؤدي العمرة وقد قدم من القصيم عن طريق المدينة المنورة ثم ذهب إلى ينبع هل يجوز له عند رجوعه من ينبع أن يحرم من ميقات الجحفة؟ لا يجب عليه أن يرجع الميقات المدينة ويحرم منه لأن حكمه صار حكمها للمدينة وقد مر بميقات المدينة وهو يريد العمرة يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة للحليفة لأن صار حكمه حكم أهل المدينة لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ممن يريد الحج أو العمرة ترجمة نانسي قنقر